الإسرائيلية لا تزال تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد مرور ستة أشهر على تبني مجلس الأمن القرار 2720 القرار كان قد دعا إلى تسهيل دخول المساعدات بالكميات الكافية وأنشأ منصب كبيرة منسقي المساعدات وإعادة الإعمار سيغريت كاغ وها هي كاغ تعود إلى المجلس وتشكو ما تسميه غياب الإرادة السياسية واستمرار عرقلة دخول المساعدات ما من بديل عن الإرادة السياسية وما من بديل عن الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي خصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين الجزائر دعت المجلس إلى فرض تطبيق قراراته محملة إسرائيل المسؤولية عن منع دخول المساعدات ومتهمة إياها بالعمل على دفع الفلسطينيين إلى خارج أرضهم ومنع هيئات الأمم المتحدة من تأدية مهماتها إنها سياسة متعمدة تهدف إلى تدمير النظام المجتمعي ودفع الغزيين إلى مغادرة أرضهم الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى فتح معبر رفح والمعابر الأخرى وتسهيل دخول المساعدات إلا أنها كررت تحميل حركة حماس المسؤولية عن استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة بينما نواصل الضغط على إسرائيل لتحسين دخول المساعدات فإننا نعلم أن أفضل طريقة لمعالجة الأزمة هي أن تقبل حماس مقترح وقف إطلاق النار الذي دعمه هذا المجلس أعضاء مجلس الأمن دعوا في بياناتهم إلى تطبيق قرارات المجلس المتعلقة بغزة إنما دون التوصل إلى توافق بشأن الخطوات التالية إحاطة سيغريت كاغ أعادت تأكيد استمرار إسرائيل في عرقلة تطبيق القرارات الدولية في قطاع غزة وحتى الآن ما من تحرك جديد مرتقب في مجلس الأمن للدفع قدما نحو اتخاذ إجراءات ملزمة في هذا الاتجاه من نيويورك نبيل أبي صعب العربي